كيف بدأ الخلق ومش كان في حد هنا المتهم أحمد الغندور اللقب الدحيح التهمة الأولى نشر فكر الإلحادي التهمة الثانية الاستيزاء بالدين والتهمة الثالثة والأخيرة هل أحمد الدحيح بغبغاء والآن فلنبدأ المحاكمة بسم الله الدحيح واحد من أكثر البرامج متابعة على اليوتيوب والسبب في ذلك بيرجع للأسلوب الشيق جداً في طرح الموضوع وأنا واحد من أشخاص اللي في بداياتي أول ما بديت اليوتيوب كنت جداً 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 متأثر بالدحيح وبطريقة كلامه بحكم إنها منفتة للانتباه وبعض الأحيان حسيت حالي بدلده قذ ما إنه أسلوبه بالطرح جداً منفت لكن المشاكل بتبدأ تظهر لما الدحيح بيبدأ يتكلم في حلقاته عن مواضيع بتخص الإلحاد لو بصيت عالكون بتاعنا هتلاقيه محكوم بثوابت فيزيائية سرعة الدوق شحنة الإلكترون ثابت الجاذبية وغيره الثوابت دي بشكل إعجازي ليها قيم محددة جداً لو حصل تغيير بسيط جداً في هذه الثوابت كان النظام يختل وما يبقاش في وجود حياة فيما يكون الكون متفصل على ما أسلم صحيح بالضبط ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وفصله حتى يكون مناسب لما عيشتنا عليه طيب إذا هي قوان لإنحاد بكلام الدحيح مش فاهم اتقالي كبير عزيز المشاهدين أنت ممكن تبصولها كده وممكن تبصولها بشكل تاني واحد الكترة ممكن تغلب الشجاعة مثلاً في أحد التفسيرات الأشهر في ميكانيكا الكم الكون بتاعنا واحد من عدد لا نهائي من الأكوان عيشة في مالتيفيرت فبالتالي احتمالية أن يبقى فيه قون واحد منهم من الأكوان الكتير هذا الكون يبقى فيه السوابت اللي تخلي الحياة بتاعتنا ممكنة أمر شبه أكيد الدحيح هنا بيحاول يحكي لك أنه هذا الكون ممكن يكون إلو خالق خلقه بهذا الدقة حتى يتناسب معنا لكن في الفكرة الثانية واللي هي بتتكلم عن تعدد الأكوان الدحيح بيحاول يحكي لك أنه ممكن جد ما فيه عندنا مالتيفيرس أو أكوان متعددة أكيد جد ما فيه حدد كبير من الأكوان لازم يكون في كون واحد متناسق مع حياة الإنسان ومناسبة لحياة الإنسان يعني الفكرة بتحكي أنه مش لازم يكون فيه خالق مش لازم يكون فيه خالق جعل هذا التناسب في الكون مناسب للإنسان ممكن يجي واحد يحكي لي يا عم إهدا الدحيح مش قصده أبدا أنه يوقل أفكار الملحدين الدحيح بيوقل أفكار العلماء ولكنه ما بيتبنأها وبهذا الحالة هحكي لك كلامك صح أنت معلم ولكن خذ هذا الفيديو سنة 1859 أحد العلماء ما نعرفش اسم الحقيقة نشر كتاب ما نعرفش مرضو إس كان بيتكلم على أصل الأنهار إن قدامنا دليل قدامنا هذا الدليل من الحفريات المرعب اللي فيه هذا الميكس الفضيعة اللي تنبأ به الكتاب بتاع سنة 1859 الدحيح تبع بص بص على المصادر بيحكيه إنه فيه كتاب مش معروف إش اسمه وفيه مؤلف كمان مش عارفين إش اسمه ومع ذلك بيستشهد في هذا الكتاب إنه بيحكي معلومة مهمة حتى يثبت وجهة نظره لا 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 أنا مش مصدق إنه الدحيح تبع المصادر ويلا بصوا بص على المصادر بيستغفي المتابعين بهذه الطريقة بيحكي لهم معلومة مش عارف مصدرها من وين أو بيعرف مصدرها من وين ولكن مش هاب بيعرف إنات مصدر هذه المعلومة من وين عارفين هنا الكلام زي إيش؟ زي إنا يجي أحكي لكم إنه الدهب أرخص من الحديد والحديد غالي جدا ومعلومتي من كتاب قرأته مش لازم تعرفوا اسم الكتاب ولا لازم تعرفوا مين أساساً اللي كتب هذا الكتاب هل من الطبيعي أنكم بتصدقوني؟ أكيد لا لأنه أنا كمتلقي كيف ممكن أن أسدق كلامك؟ هذا اسمه استغفال واستهتار لأقول الناس اللي بتتابع الدحيح والمفروض أنه بتثق فيه وأنا واحد منهم طيب ما يجلس أن نفسنا سؤال ليش الدحيح رفض يذكر الكتاب أو حتى يذكر كاتب الكتاب هل لأنه كاتب الكتاب ملحد واسمه داروين؟ اللي ما بيعرف من داروين هو واحد من الملحدين اللي بيحاول يثبت نظرية التطور وأنه العالم هذا يجب عن طريق البيك بانج وأنه الناس كل هذه مخلوقة بالصدفة أو حتى مش مخلوقة يجب بالصدفة يعني باختصار شخص ملحد ما بيؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى إنك تعطيني معلومة في كتاب اللي ألف واحد ملحد حتى تثبت وجد نظرك هذه خيانة علمية وخيانة أدبية أنا واحد من المتابعين الدحيح وللأمانة حسيت من إهانة من طريق طرحه ويكأنه بحكي للناس اسمعهم مش لازم تعرفوا منهم جبت هذه المعلومة صدقوها وبس لإني أنا حكيتها من حق عليك يا دحيح إنك تحكيني مصدر معلومتك وأنا أصدقها أو أكذبها هذا لو سلمنا إنك بس ناقل للعلوم وللعلماء وكلامهم ومش مؤمن أو متبني لأفكارهم لكن حركة إنك تحكيني معلومة بدون ما تعطيني موين مصدرها ولا مين اللي كتبها عشان تثبت وجد نظرك لا هذه حركة صائعة هذا الشيخ خلى ناس كتير تنتقد الدحيح وعلى رأسهم الشيخ الدكتور العالم إيادة القنيبة هو واحد من الأشخاص اللي مسك الدحيح غسيله كوي صراحة وحكى إنه كل الأفكار اللي بنشرها بحلقاته بحاول يثبت نظرية التطور أنا واحد من الأشخاص لما سمعت الدكتور إيادة القنيبة حكيت لحظة نحظة دكتور إياد هدي الدحيح بس بينقول كلام العلماء في كتبهم وإنت بص بص على المصادر وشيك يا بتسدبه يا بتكذبه لأن الدحيح ناقل للعلماء بس لكن ما بيتمنى أفكارهم وإنت يا دكتور إيادة القنيبة تنظر للموضوع بشكل ديني الدحيح ما بيحكي دين الدحيح بيحكي علم وهو بالنهاية بحط لك مصادر وتقدر تأكد المصادر إذا كلامهم صح ولا غلط يعني الدحيح بريء لكن بعد المثال اللي شفناه قبل شوي بالفيديو السابق إنه ليش يا دحيح بتخبي مصدر من المصادر المهمة مع إنه قائل هذا المصدر شخص منحد إلا إذا كنت حاب تثبت وجهة نظر إنت متبنيها وما بدك متابعينك أبدا يعرفوا إيش مصدرها فالناس لما تعرف إنه اللي حكي هاد المعلومة داروين فالناس عارف إنه داروين ملحد وإذا كان ملحد معناته أفكاره بلح لكن كل هذا كوم والفيديو اللي رح تشوفه الآن كوم تاني غير بعنا عن فيديو وواحد بيجي بيسأل الدحيح ما هو الهدف من الحياة إيه؟ عايزينك تدي رسالة للشباب اللي هما ملهمش أي هدف في الحياة طب وإيه المشكلة؟ الحياة بلا هدف إنت مقاريتش لا إنت ليك أهداف كتير أو إيه؟ في الهدف التي بتاعت ألبرت كامو وصارتر في كتبهم الوجودية التي تفضل أنه ليس هناك أي معنى للحياة لا أكيد ليه معنى للحياة الإنسان على الوجودة على سطح الأرض بيبقى ليه متطلبات وليه مثلا أهداف معينة طبعا إلا هدف كلها موجودة نحن عايزين ناكل ونشرب ونتكاثر ناكل ونشرب ونتكاثر سألتكم بالله إيش فرجنا عن البهائم؟ وبعدين حتى لو كنت ساخر أو بتمزح بهذا الفيديو ليصح أساسا أنك تستشهد بكلام الملحدين وتحكي ببساطة أن الحياة بلا هدف خاصة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وليإعمار الأرض هذه المشاهد البورن هو اللي كان ورا الكابلات والإنفراستركشور اللي عملت الإنترنت الإنترنت اللي أقل ما يقال في حقه النهاردة الفتح بيوت ناس كتيرا الدحيح عمل حلقة حتى يحكي إنا معلومة مهمة جدا 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 إنه البورن هي السبب الرئيسي في التطور تبع البنية التحتية وكابلات الإنترنت واو إيش المعلومة الخطيرة هذه صراحة بدون هذه المعلومة يا دحيح أنا كنت ضايع صراحة للأمانة أنا ما عرفت إيش هدف هذه الحلقة لأنه مرة من المرات اعملت حلقة عن الأشخاص أو الممثلين اللي بيعملوا هذه الأفلام القذرة ووريتكم في نهاية الحلقة إيش مصير كل شخص فيهم مع ذلك يجون الناس في الكومنتات وحكولي إنه حلقتك ما في منها أي فايدة هذا وأنا مجدم سبب رئيسي للحلقة وليش عملتها والخلاصة منها فما مالك في المعلومة اللي انت عطتنا إياها الأمانة اختيار في غير محله ينسب الدحيح التحرش بالأطفال لالتهاب في منطقة بالدماغ وبيقول قصة زي دي لو فكرت فيها مرعبة تبين إن تغييرات بسيطة في المخ ممكن تغير شهواتنا بيولنا تصرفتنا وتغير قدرتنا على التحكم التهاب في منطقة الدماغ بتخلي الناس اللي مش سوية تعمل شغلات غلط مع الأطفال برضو مش فاهم شو المطلوم بين هذه الحركة يعني إني أبرر أفعال الناس اللي بتعمل هذا الإشي بناء على إنه فيه التهاب بأدمغتهم يعني مش فاهم برضو اختيار في غير محله أنا الموت إزاي؟ لا؟ يعني أنا وقت يجي خلاص؟ خلاص الاستفادحي لازم تيجي معايا لازم أسلمك قبل الديدلاين هنا الدحيح عامل شخصية الموت وبيحكي للشخص اللي جاي يموته لازم أسلمك قبل الديدلاين لا 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 عن جد لا هذه المواضيع ما بينمزح فيها أبدا طب ما ليش ممكن أسوي الطايم؟ أنا طلب بس بلياردول لاستفادحي أنت تعرف الشغل طب تقيع بس يا ابني أروحي الحمام وأجيلك على طول يا حاج مش هينفع والله الأوبر مستني بره لا يا أحمد يا غندور لا يا دحيح مستحيل أبدا أبدا نقبل منك هيك مزح يعني أنت بمهنة آخر بدون ما تفهمنا قاعد تتخيل أنك أنت ماسك شخصية ملك الموت استغفر الله العظيم وقاعد تحكي الأوبر مستنيني بره صراحة يعني نكتا في غير محلها أبدا وللأسلوب جيد صراحة هذه وقاحة مش كوميديا احنا عايزين توكيل الحرم المكي في المريخ حق المشكلة فرانشايز مش هنبقى ضد التطور وإن لو ما طلعتش حق بأخذ توكيل عرفاتهم المزدلفة دي تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور لا مش قصده يستهزئ بالآية مش قصده عندي سؤال لمتابعين الدحيح اللي أنا واحد منهم كمان هل كلمة تجارة لا تبور هي من مصطلحات الدحيح؟ أنا هجاوبكم الجواب لا هذا الفيديو واضح فيه كيف إنه الدحيح بيستهزئ في المسجد الحرام وبشعيرة الحج وأي شخص بيحكي لي هو مش قصده هو بيمزح شوف إيش كلام القرآن في الأشخاص اللي تمزح بهذا المواضيع شايفين هذه الصورة هذه الصورة للدحيح وبيعمل عمر بمكة هذه الصورة متابعين الدحيح ومحبينه واللي أنا واحد منهم حكت كيف ممكن الدحيح يكون ملحد وهو راح يعمل عمره أنا كواحد منصف لو حطيت كل الأدلة قدام بعض حطلع باستنتاجين اثنين الأول إنه الدحيح هو واحد من الأشخاص اللي حكا عنهم القرآن إنه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلي شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون يعني هو ملحد ولكن عمل هذه العمرة بس عشان يبقى عنه الشبهات اللي بتحكي إنه هو بنشر الفكرة للحادي هذا موضوع مش راح نحكي فيه كتير ولا راح نتهم عليه ذا الباطل ولكن حاب أحكي لكم إنه منذوق قريب بس واحد عمل عمره هو واحد من أحقر الشخصيات اللي في العالم فموضوع إنه شخص يعمل عمره حتي بعد عنه الشبهات هذا إشي جائس أما الاستنتاج الثاني هو إنه الدحيح يحب إثارة الجدل حتى لو كان على حساب أي إشي حتى الدين وإنه بحب يعيش دور الشخصية الفكاهية المثير للجدل وإنه شخص يحب العلوم ويحب ينقل أفكار العلماء مهما كانت أفكارهم بس لمجرد إنه يعمل حلقة في الحالتين تجدوا المحكمة بأن الدحيح مذنب بتغمة نشر الإلحاد والاستعزاء بالدين أما بخصوص نشر الشذود والإباحية فتجدوا المحكمة بأن الدحيح بريء ولكن مع التبرير الدحيح صانع محتوى بمعنى آخر شخص لازم ينتبه شو الناس بتحب تسمع في هذا الوقت المحدد وتحكي عنه تماما زي أنا الآن الحلقة اللي بعمل الآن بعملها عن شخص مشهور زي الدحيح الناس حابة تعرف عنه وتحكي عنه ولكن فيه شرط حتى تعمل حلقة مش شرط إنه يكون بس الناس بتحكي عن موضوع معين فأنت تروف بتسوي حلقة عليه بلا هدف لازم يكون وراء هذه الحلقة هدف معين أو رسالة معينة حتى لو كان هدفك الضحك فهو الضحك أو الكوميديا بحل ذاتها هدف ولكن بشرط ما يكون فيها أي استهزاء بالدين الدحيح بيعمل حلقة واحدة بتجيب فوق من يوم مشاهدة يعني الدحيح بخناتي كلها بمشاهداتي كلها فالمسئولية اللي بتنحطها عليه جدا كبيرة وأي كلمة بتطلع من تمه بتكون محسوبة عليه لكن كونك إنك تعمل حلقة فيها مليون مشاهدة بهدف الترفيه هذا الشيء بحد ذاته يكفي إنك ترفع على الناس فالدحيح بيعمل حلقة وبيسأل نفس السؤال واحد بس كم مشاهدة راح تجيب وما بيسأل السؤال الأهم شر لسان الحقيقية من هذه الحلقة مجددا هذا مش غلط كبير ما عندي مشكلة إنه يبحث عن المشاهدات ولكن بشرط إنك ما تقدم لي قالب ترفيهي ولكنه بفكر إلحادة فالدحيح بيتكلم عن موضوع البورن والشوك فقط لإنه هذه الأشياء الناس بتحب تسمعها مش لإنه هو شخص مثلا حاب يروج لهذه الأشياء لا هو بيحكيها بس لإنه هذه الشغلات بتجيب مشاهدات لكن نشر الأفكار الإلحادية والاستهزاء بالدين ما في إنسان عاقل وبحطولي قسين على عاقل بيحب يسمع شخص بيستهزئ بالدين فهذا اسمه نشر السم في العسل هذا إذا اعتبرنا إنه الفكاهة اللي بيقدمها هو العسل مش الفائدة أكيد لأنه الضحيح لما تطلع من حلقته بعد ساعتين ثلاثة لو سألتك شو استفدت انت راح تنسى كليا لأنها عبارة عن سسم من المعلومات اللي ما بتنجد التركز هو بإيش بيحكي ولكنه بيمتعك لمدة ربع ساعة أو نص ساعة وهذا بالمناسبة يعني ما في أي مشكلة ولا أي اعتراض عليه الاعتراض فقط على السم اللي داخل الفكاهة أخيرا انتشر مقطة للدحيح عن شخص قاعد بينقله الكلام اللي هو بيحكي أثناء التصوير فخرجت مؤامرة هل الدحيح ببغاء وما بيعرف يحكي والناس يلا بتلقنه ولا شو بتفسير الحقيقي وراء هذا الشي عينشتاين كان معجب جدا بشغل فليب لنا عينشتاين كان معجب جدا بشغل فليب لنا وبدأ يشوف ان جايزة نوبل دي فرصة عظيمة وبدأ يشوف ان جايزة نوبل دي كانت فرصة عظيمة في الحقيقة انا شخص دو لجيت شخص باجي فورا الكاميرا ينجيني الكلام اللي بتحكيه هكون جدا متستمتع لا سببين الاول انه هيكون كلامي معكم مش كيني جاعب بحكي كمدير أخبار وقاله وعمله وكذا بس بقرأ الكلام المبتوب لا روح الفكهة بتكون موجودة ليش؟ لاني بفكر فيها ومش بفكر ايش بدي اتكلم تماما زي ما انا بحكي معكم الان ما في ورقة قدامي ولكني مرتب افكاري داخل عقلك وحاطب بعض النوتس اللي حاب احكيلكم اياها لكن هذا الشي بيفكرني حس الفكهة في بعض الاحيان لو حاب انكت على ايش معين بينما لو كان في شخص وراء الشاشة بيحكي ليشو اتكلم رح يكون التعاطي معكم اسهل رح يكون افكر بالنقطة اللي بدي احكيها ويكون ماخد راحتي اكثر بالعكس هذا الفيديو ميزة بتمنى تكون عندي موجودة فابدا لا يعني انه شخص بناقله انه شخص ما بيعرف يتكلم لا الموضوع مش هيك تماما لذلك تجد المحكمة بان الدحيح بريء من تهمة الببغاطة ورفيعة الجلسة محكمة